سلام عليكم عاملين ايه رب تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة وجميلة وانا متأكدة انها تجيب ناس كتير هنعمل النهاردة لانشون الفريق بدون جبنة وبدون دقيق وبدون بيض آآ ريحة البيض سعيد بتتزعي ناس كتير فان شاء الله النهاردة لانشون مش هيكون في آآ بيض ولا دقيق ولا جبنة آآ قوامه مطاطي زي الجهز تمام طعمه آآ زي الجهز واحلى ان شاء الله مكوناته موجودة في البيت عندنا يعني مش هتحتاجي تستخدمي مكونات كتير زي الطريقة المعتادة اللي احنا كنا بنعملها به زمان لو عجبك اللانشون مبدئيا كده شايفين ما بيتكسرش زي ومطاطي وقوامه في في الاكل زي الجهز ان شاء الله اعملي بقى سبسكرايب ولايك وشير لو عجبك اللانشون مبدئيا اول حاجة معايا نصف كيلو من الفراخ البني انا غسلتها كويس اوي بالملح وباللمون ويقطع طاقطة صغيرة وتخلصت من اي دهون او اي عروق المكونات التانية اللي معايا معايا كوباية من المياه السقعة وكمان نصف كوباية من النشا وكمان معلقة كبيرة ممسوحة من البيكينج بودر والدواب البتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البابريكا نصف معلقة من الفلفل الاصمر ومعلقة ملح ومكعب مرأة وممكن تستغني عن مكعب المرأة وتحطي بهارات فراخ زي ما انت عايزة بس طبعا مكعب المرأة حيطول مدة صلاحيتها في التلاجة وكمان بيدي تستعيلي شوية قريب قوي للجاهز كمان ضفت معلقتين من الزيت علشان اللانشون بتاعنا يبقى مطوطي وطري معايا هقلب كل المكونات بقى دي كويس قوي التوابل مع المياه السقعة وكل المكونات دي تمتزك ببعضها كويس بعد ما قلبت كله كده وبقت المكونات كلها بقت حاجة واحدة هاجي بالكب بتاعتي او المطحنة بتاعة البيت بتاعة الخلاط بتاعتك او الخلاط اي حاجة مش هتفرق المهم ان احنا عايزين نطحن كل الحاجات دي مع بعضها لحد ما تبقى حاجة واحدة تبقى عجينة واحدة هبتجي بنص كمية السوايل دي وطحن كويس قوي الفراخ مع المياه اللي فيها التوابل وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعد ما طحنتك كده الفراخ او فرامتها حلو قوي هبتدي ان انا اضيف باقي المياه اللي عليها التوابل اطحنها حلو جدا 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 لحد ما تبقى نعمة كريمة عايدة كل المكونات تبقى ممتازجة حلو قوي والفراخ كمان تبقى آآ تعجنة حلو او اتفرمت حلو في الكابة ده قوام كده اللانشون بتاعنا كده اللانشون بتاعنا تصوروا انه هو جهز خلاص فاضل كمان معايا خطوة التسوية خطوة التسوية معايا كده او هبتدي انزل بنص كمية الفراخ اللي معايا علشان طبعا مش هتنفعت تاخد سطوانة واحدة مع الكلينج راب بتاعي تمام نزلت كده بنص الكمية وبتدي ان انا اساوي شوية حاجة بسيطة كده السطح والجناب وبعد كده ابتدي ان انا الف الكلينج راب على العجينة بتاعة اللانشون ونحاول نمسك كده الاطراف واحنا بنلف علشان العجينة بتاعت اللانشون ما تطلعش من الاطراف ويتبهدل الدنيا وهبرم كده وهبتدي ان انا اشوف الفراغات واضغط على الرول علشان آآ يبقى كل العجين بتاع اللانشون متوزع حلو في الكلينج راب هبتدي ابرم كده وانا اقفلة جوانب حلو قوي اي يعني الف وابرم كده من جناب وهقول لكم وانا اشغالها دلوقتي بدايل للي ما عندهوش الكلينج راب ده برمت حلو قوي من الجناب واحكمت اغلاق الكرينج راب معي عشان مع السوى آآ ما يطلعش الخليط برا لو تلاحظوا كده في فقعات هوا هاخد ببوس كده سخنته كده طهرته يعني على البتجاز وبعد كده ابتديت ان انا اخرج فقعات الهوى آآ اللي برا دي وكده كده مش بيلمس مش حيلحق يلمس اللانشون بتاعه بصوك فقعات الهوى بتختفي ازاي اول ما آآ بعمل بالدبوس همسك كده بقى ايه ورق الامونيوم وهقطع على قد كده هلف لفتين تلاتة بكتير وهقطع وهقفله زي البنبناية كده بالشكل ده ويكون دلوقتي بقى في الاسناء دي في مية شغالة كده على النار بتغلي وفقيها مصفة آآ مصفة الامونيوم طبعا وغاطة يكون محكم الاغلاق يعني وانا شغالة كده في آآ اللانشون في دلوقتي مية بتغلي على النار لان انا هسويه على حمام آآ بخور وهقولكو بردو طريق تسوية تانية للي مش هابب طريقة التسوية دي هنعمل مع بعض الرول التاني هو هساوي بردو نفس اللي انا عملته في الرول الاولين يعمله في الرول التاني هبتزي ان انا الف الكلين جريب كده واضغط بس ضغطة خفيفة وقفل الجناب وانا بلف علشان الخليط بتاعنا ما يطلعش بره هبرم كده بالشكل ده علشان الخليط يبقى ياخد شكل الاستوان وشكل آآ الجهز بالزبط هعمل نفس العملية برضو هبتزي ان انا اطلع الفقاعات الهوى اللي في الكيس كده من بره كل ما شوف فقاع كده عملها بالدابوس بس خلصت كده كل الفقاعات اللي انا شفتها آآ عملتها بالدابوس زي ما احنا شايفين وبرمت حلو قوي وحامسك برضو هجيب برضو ورق الامونيوم وعمل نفس العملية ان انا الف آآ اللانشون بتاعنا في ورق الالمونيوم احكمت بقى اغلاق الورق كويس قوي علشان تاخد شكل الاستوان وما تفكش مني وهي بتستوي بالشكل ده كده هو بصوا شكلها ومعايا كمان الرول التاني ويلا بينا بقى نروح على البوت جايز علشان نشوف هنساوي مع بعض ازاي زي ما قلتلكو في حلة فيها ميا سخنة ما فيهاش اي حاجة تانية غير ميا بتغلي ومعايا مصفة حطيت فيها رولات اللانشون وغطيتها ويكون الغطى بتاعي محكم الاغلاق عشان ما يطلعش بخار برة واللانشون بتاعي استوي وفي نص المدة كده هبتدي ان انا اقلب الرولات معايا كده علشان تاخد تسوية مظبوطة من جميع الجهات وغطي وهسيبه بالضبط ساعة وبيكون جهز انا نيجي نتكلم بعض لما اللانشون يجهز معايا نتكلم على البديل في بديل ان انا ممكن اجيب كيس ماكرونة اسباجتي واحط فيه الخليط واقفينه من الجنبين من غير ورق من غير ورق المونيوم ولا اي حاجة ونحطه على بنفس الطريقة اه على حمام البخور واللي مش حابه بالطريقتين الكلين جراب وكيس الماكرونة ممكن كوباء الستلس اللي موجودة عندنا في البيت ناخد كوباء الستلس وندهنا حلوة قوي زيت ونتأكد انها دهنت كويس قوي ونحط فيها الخليط حنحط في ثلاث كبيات حنحط في كوبايتين زي ما الخليط ياخد معاكي بس اهم حاجة سيبي فرصة لان الخليط بتاعنا بينفي شوية بعد الساعة بالضبط كده انا اخدت الرولات بتاعتي وبدأت ان انا افك من عليها الورق وهي سخنة كده عشان اورها لكم لو مش عندك المصفى الالمونيوم دي ممكن تسويه في الفرن الجيبي صينية وتمليها كده كوباء تحط فيها زي 100 كوبايت مية وتنزلي الرولاتك دي في في الصينية اللي فيها المية وتدخلها على درجة حرارة مية وتمانين هتاخد برضو نفس المدة ساعة وهو ممكن تزيد حاجة بسيطة حسب الفرن عندك وطبعا هو اللانشون بتاعنا لسه طري شوية طبعا لانه لسه سخن جدا هتسيبه يبرد ونتحطه في التلاجة مش اقل من ساعتين تلاتة لحد ما يمسك نفسه ونبتديه بعد كده نقطعه مصه متماسك ازاي وطري ولما زيجي تقطع اللانشون بتاعك تفضلي رايحة وجاية كده زي زيك انك بتنشوري خشب علشان الخرطة بتاعتك او القطع تطلع مزبوطة وهي ما تدهدلش معيك ويفرول هو مش هيفرول ان شاء الله هو قاومه زي الجاهز بالضبط وطعمه مش قادر اقول لكم قدي ايه هو جميل وقريب جدا جدا من الجاهز يكاد يكون احسن كفاية نفسيتك ونتي بتاكل حاجة مضمونة وعملها بايدك وعارفة هي معمولة ازاي من غير مواد حفظة مواد كيميائية خطيرة بالضرنا والضر معدتنا والضر ولادنا وصحة ولادنا طبعا احنا عارفين ان اللانشور الجاهز ده بيتعامل بملح النيتريت او نيتريت السوديوم فده مادة خطيرة جدا جدا على صحتنا وعلى معدتنا فان شاء الله بازن الله يكون الفيديو ده مرجع لكل اللي بيشوفني وحابب يأكل حاجة مضمونة واكل ولاده حاجة مضمونة من غير مواد حفظة ومن غير مواد بالضرنا والضر صحتنا وكمان صحت ولادنا نيجي بقى لزي نحتفز باللانشور بتاعنا علشان يفضل اطول فترة ممكنة بنقدر نحتفز به في التلاجة من خمس لسبع ايام مش اكتر من كده وما بفضلش ان انا احطه في الفريزر قوامه بيتغير وطعمه بيتغير فهنحط طبقة منازيل من تحت ونرس اللانشور بتاعنا وطبقة منازيل من فوق ونحكم اغلاق العلبة بتاعتنا اي علبة مش هتفرق قلبة تلاجة او علبة الجبن دي مش هتفرق بس كده وده كان فيديو النهاردة عملنا مع بعض لانشور الفريخ بطريقة سهلة ومغزية كمان لولدنا من غير مواد حفظة ومن غير مواد تضر صحتنا لو عجبك الفيديو وحابين تشوفوني تاني ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير وتفعلوا زر الجرس اسفل الفيديو بحبكم جدا مع السلامة شكرا